اشتركوا في القناة الاسعار الفائدة وكذلك الصرف فكما كتعرفوا التمويل هو موضوع مهم جدا وبالتالي عنا واحد القانون مشروع قانون المالية اللي طرقنا له سابقا وما زال يكون عنا فرصة باش نتكلمو اللي كانوا واحد برنامج طموح ولكن كذلك حرص الحكومة على الرجوع التدريجي للتوازنات المالية وهذا شي باش هذا المراسم مهمة جدا اللي غا تمكننا متدبير ديال هاد الاقتراضات والدين الخارجي موضوع ثاني اللي غا نتطرق ليه بعجالا وما بعد يكون عنا مناسبة باش نجاوبوا على اسئلة لما مكانش الوضوح وهذا الارتفاع اللي ملحوظ في بعض المواد نذكروا بانا كما جاء في عرض سيد وزير الفلاحة ان جميع المواد اللي كتنتج في المغرب متوفرات في جميع الاسواق وكان عنا اما نفس الاسعار ولا انخفاض في الاسعار المواد اللي كانش هدو فيها ارتفاع في الاسعار معروفة هي مواد اللي جاية من الخارج وهذا شي مرتابط بوحد الضرفية عالمية واحد السياق عالمي فبعدا كيماش مهم في الاقتصاد عالميا كنلاحظوا بانا في هد سنة 2021 تحركت عجلة الاقتصاد في نحاء العالم بأسره المرتقب من الصندوق النقد الدولي هو تكون تقريبا 5.9% في النموم في 2021 و4.7% في 2022 وبالتالي هذا كيعمل واحد الضغط على بعض المواد الاولوية لانا كان في الاول نقص في الانتاج لي الله كان نرجعو تدريجيا لهذا الانتاج ديال هاد المواد خصوصا المواد ديال البحل البترول كان كذلك استرجع ديال الاستوك ديال وكان واحد تنافس بين الاقتصادات اللي كيجعل الضغط اولا على هاد المواد النفطية واللي عندهم نعكاس على النقل وعلى اللوجيستيكية فهدو هما اللي عندها ارتباط بال بالاتفاع الاسعار اللي كنشوفو محليا نذكر كده نذكر بأشياء مهمة لخاصة نكونو عارفينها بوضوح فيما يخص القام حرا كما اذكر لكم السيد الوازير كانت ان سوسبنسيون ديال الرسوم الجمروقية لأن خاصنا نوفر المغاربة والمواطنين المغاربة الاسعار اللي تبقى في نفس تقريبا في نفس النبو فيما يخص هذا فيما يخص القاز راكين صندوق المقصة وشفتو كدلك المجهود اللي برمجاته الحكومة في قانون المالية اللي جاي في 2022 اللي غير طافع من 12 ل 17 مليار درهم نذكر كدلك بأن اللجنة الوزارة الوزارة للأسعار كان اجتمع اجتمعت في الأسبوع الماضي وغادي تكتف هات الاجتماعات في الأيام والأسابيع المقبلة اللي لاحظنا هو أن كان واحد التدخم اللي بتدت قريبا بين الأبريل وشوتنبر فشوتنبر التدخم إلى قرن مع 2021 ارتفع بواحد تيم الواحد فاصلة اثنين في المائة ولكن لجينا نقسموه تنين في المائة جايين من المواد الغي الغذائية خصوصا النقل اللي عنده ارتباط بالبيترول اللي يوم تقريبا نوصل خمسة وثمانين دولار والملابس اللي تاو ما عندهم على قبل اللوجستيكية اللي يرتفع تقريبا نسبة تدخم جوش فاصلة تنين في المائة فشوتنبر ولكن المواد الغذائية فكين خفاض سبعة فاصلة سفر فاصلة سبعة في المائة فهذا الجناء الوزارتية هتكتف الحوار اولا مع الشركاء مع المديريات الجهوية والاقليمية باش نحرصوا بان جميع الناس اللي في التجارة كيتبقوا غير الاسعار اللي خاسها تكون متبقى ونكون التواصل معاكم قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو فلاشين فيبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعية